مر شهر على قرار التحول من المستوى الأخضر إلى المستوى الأصفر وفق ألية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا وقد بلغ عدد الجرعات التي تم إعطاؤها منذ التحول من المستوى الأخضر إلى المستوى الأصفر 221 ألفاً وأربعمائة جرعة ووفق الإرقام وزارة الصحفة قد ارتفعت أعداد الحاصلين على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا بنحو 16 ألفاً وخمسمائة شخص أما الجرعة الثانية من اللقاح فقد بلغ عدد الحاصلين عليها خلال هذا الشهر 21 ألفاً وثمانمائة وثمانين شخصاً فيما ارتفع الإقبال على تلاقي الجرعة المنشطة ليبلغ عدد الحاصلين عليها خلال الفترة ذاتها أكثر من 183 ألف شخص ترجمة نانسي قنقر